بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية اتنين الوحدة السادسة إعداد الموزنة الاستثمارية كابتال بوجيتين المحتويات أولا إجراءات أو خطوات عملية إعداد الموزنة الاستثمارية ثانيا دراسة الجدوة الاقتصادية للمشروعات ثالثا طرق تقييم المشروع الرأسمالي عندي ثلاث طرق طريق تصاف القيمة الحالية طريقة معدل عائد الداخلي مؤشر أو دليل الربحية أولا إجراءات أو خطوات عملية إعداد الموزنة الاستثمارية Procedures of Capital Budgeting تقوم الموزنة الاستثمارية الرأسمالية هل هي اسمين من قنون الموزنة الاستثمارية أو الموزنة الرأسمالية على تحديد ما يجب إنفاقه من نفقات رأسمالية للحصول على آلات أو إجراء توسعات بمبالغ كبيرة يترتب علي ارتباطات أو تعهدات طويلة الأجل وزيادة العمر إنتاج للنفق الرأسمالية يزيد من صعوبة إعداد الموزنة لارتفاع ظاهرة عدم التأكد وتتمثل إجراءات أو خطوات عملية إعداد الموزنة الاستثمارية فيه واحد تحديد المشروعات الرأسمالية الممكنة المقترحات الاستثمارية وذلك من خلال تقييم المشروعات الرأسمالية التي يقدمها المديرين حسب احتياجاتهم وفي ضوء أهداف المنشأة 2- تقدير منافع وتكاليف كل مشروع 3- تقييم المشروع الاستثماري في ضوء منافعه وتكاليفه والبيانات المتاحة 4- إعداد موزنة الانفاق الرأسمالي 5- إعادة تقييم المشروع الاستثماري وذلك بصفة دورية للتحقق من ضقة تقديرات الموزنة وإمكانية الاستمرار في المشروع أو تصفيته ترجمة نانسي قنقر